موضوع أسالي الكثير من الحبر خليفة من البارح لليوم لا حديثة إلا عن ذلك هكشوف الطرف النقابي جاوب على اللي قاله رئيس الدولة جاوب على عملية الإيقاف من نقرأ وهي الموضوع من جانبه السياسي ولا من جانبه النقابي هذا المجوانب متعددة يعني هذا متفق فيه أعتقد أنك تقرأ من الخارج الوضعية هذه ككل والصعوبات التي تعرفها المالية العمومية والوضع بصفة عام الاقتصادي كراهيات الإصلاحات اللي عرفت بالإصلاحات وإحنا الآن تقريبا لحد الان ما شفناش حلول لدى الحكومة عادت توجه إلى صندوق نقد الدولي نقوله أن المجابهة آتيا لا ريبة فيها بين الحكومة والاتحاد العامة للشغل وحتى مشكلة الاتحاد العامة للشغل حتى منظمة العراف والاتحاد الفلاحين وكل هذه الهيئات اللي هي عندها تمثيلية لمنظورها ولكل لديهم أكثر من مطلب وشفنا في علاقة بالميزانية المقدمة شفنا المحامين أشقالوا والخبراء المحاسبين أشقالوا الأطباء أنفسهم وغيرهم فما بالك يعني بالقطاعات اللي هي تشتغل الموظفين والمعالمين والأسادة وتقريبا الاحتجاجات لكلها مطروحة ثم جانب كما قلنا زادة ونعود إلى مسألة الخطاب واليوم مركز في موضوع الخطاب أن الإضراب وفكرة الإضراب الاتحاد نفسه مطالب بمراجعة الخطاب في علاقة بالإضرابات وبشيطنة فكرة الإضراب والعمل النقابي بالك يتشكل في بلادنا وعنده سنين وهناك ناس كثيرين اشتغلوا عليه بما في ذلك في المنابر الإعلامية عن شيطنة فكرة الإضراب وردود الفعل اللي خارج الناس اللي تضرب سيئة وسيئة في علاقة بالإضراب تشوفها نتابع نتألم ونتأسف تشوف بعض الناس كيفاش تعلق على معناها السيغة اللي تخذتها نقاب التعليم الثانوي في علاقة بحجب الأعداد تشوف ثم ناس قالوا نشكيه وقضايا وغيره وسبه وثلب حتى في رجالات تعليم وغيرهم شفناها في قطاع الساحة شفناها وشفناها وشفناها هل الدولة بإمكانها الآن أن تجد حل لهذه المعادلة بين صعوبة تلبيت هذه الاستحقاقات تقريب الصقف منتاع الحكومة في علاقة باتحاد شغل تم في الاتفاقية التاريخية بين الاتحاد والحكومة اللي فيها حكاية 3.5% الزيادة على خلفية أنه ممكن بعد ذلك باش ناخذ قرض الصندوق ومثلا ماش قرض الصندوق وبالتالي إمكانية التصادب واردة الإمكانية على المستوى النظري واردة على المستوى العملي لا توقع لأنني لا أرى الآن مؤشرات فعالية إلى وجود حرب لأنه كثير من الناس قرأوا الوضعية متاع نقابة الطرقات السيارة وإيقاف سيد الكاتب العام متاع النقابة كأنه إذان من قبل الحكومة الدولة أنه عملية استفزاز واستباقية لدخول في التصادب لا يبدو أنه هذا في الواد أنا لا أعتقد أنه الخيار هذا قد نصل إليه باعتبار أنه هناك تقاليد على مستوى الحوار بين الحكومة وبين المنظمة الشغلية وهناك أخذ ورد والتقاليد هذه ستغلب في نهاية الأمر المجابة اللي ماهيش نافي مصلحة الحكومة ولا كذلك في مصلحة المنظمة الشغلية اللي تعي وعيا جيدا ووضعية اللي تمر بها البلاد على السعيد الاقتصادي وعلى السعيد المالية العمومية